أنا عم طالب بحق من حقوقي هاي مسألة لا أكثر ولا أقل في منشور لك أستاذ بشار إسماعيل على فيسبوك ذكرت بأنك لم تستحم منذ عشرين يوم وأنك اضطريت لتسخين الماء والسبب المؤامرة الكونية يعني حدثنا عن هذه المعاناة هذه المعاناة لا يعيشها فقط بشار إسماعيل يعني يعيشها الكثير من المواطنين السوريين وأيضا مواطنين في دول عربية أخرى وطبعا أنا على فكرة ما كتبته هو حقيقة يعني لما ما بيكون فيه كهرباء وما بيكون فيه تدفئة وما بيكون فيه وسيلة بحيث الواحد كالعادي يتحمم كل يوم يعني إلنا كل يوم بلاها كل يومين كمان ما فيه مجال كل أسبوع كمان ما فيه مجال عما وصلت لمرحلة أنه تقريبا شهر بلا حمام من شدة البرد الشديد أنا بالصير معدي مشكلة أما بهذا الشتاء القاسي فعلا الحمام مصيبة وأنا مريض يعني هلأ بجوز أسعل بعد شوي شفتي سعلي لأني مريض أنا فلذلك كتبت فكتبت هذا المنشور وهو منشور حقيقي وأنا ما لي ناطر واحد يقول لي يا حبيبي ضو أخضر ولا ضو أصفر أنا أكتب ما أعانيه وما أعرف وأعلم تماما ما يعانيه الآخرين مثلي ترجمة نانسي قنقر